أيضا تطورات الوضع كما وصفت لنا كريستين تابعنا رد حزب الله على ضربة بنت جبيل ضعينا في صورة التطورات الآن وتداعيات ما حصل البارحة صحيح ديما هذا الرد كان بإطلاق عشرات الصواريخ من نوع فلقوة كاتيوشة على كرياتشمونة وكما ذكر الحزب في بيانه هذا الرد يأتي ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على البلدات والقرى الجنوبية بالإضافة ردا على المرزرة المروعة كما وصفها الحزب في بلدة بنت جبيل والتي استشهد على أثرها ثلاث أشخاص عامر داغر المقاتل في حزب الله من صفوف من عناصر حزب الله كما ذكر حزب الله الذي أصدر بيان نعي فيه وشقيقتين وهم من المدنيين نشير إلى أن منصق أشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في لبنان كان قد أعلن قبل يومين أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بداية هذه المواجهة في لبنان تجاوز المئة وهذا أمر ومؤشر خطير يعتبر في هذه المنطقة ودعا إلى خفض التصعيد هذه العملية تأتي بعد سلسلة من النيران المدفعية والغارات التي تعرضت لها البلدات قبل هذا الاستهداف بالصواريخ وبعد الاستهداف الذي استمر طيلة الليل مع الهدوء الحذر الذي صاحب ساعات الصباح ومستمر حتى هذه اللحظة وعادة عندما يكون هناك تشييع لشهداء ينسحب الهدوء على طول الجبهة الجنوبية لكن نتوقع أن يكون هناك رد بعد عملية التشييع أمس كان هناك أيضا ثلاث عمليات غير عملية إطلاق الصواريخ من حزب الله قم باستهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب وتجمع للجنود في تقنة زبدين بالإضافة إلى موقع السماقة العسكري